أعلنت الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة في تونس أنها ستسلم مسودة الدستور الجديد إلى الرئاسة غداً لاثنين وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الصادق بالعيد أن ملامح المسودة ستكون مبنية على منظومة سياسية واقتصادية لبناء تونس الجديدة وتحقيق التوازن بين السلطات مزيد معنا من تونس المحامي وعضو المكتب السياسي للطيار الشعبي حسن دياب أستاذ حسن مرحباً بك معنا أيضاً مسودة الدستور التونسي ستعرض الاثنين على الرئيس قيس سعيد ما الجديد الذي تحمله هذه المسودة برأيك؟ الجديد هو مساء الخير أولاً لكم ولجميع المشاهدين الجديد هو تجاوز كل الثغرات التي عشناها من خلال الدستور 2014 باعتبار أن هذا الدستور جعل من الدولة التونسية دولة مشتتة من خلال وجود ثلاث سلطات ثلاث رئاسات كل رئيس يتمتع بامتيازات أدى إلى تداخل كبير بينها وإلى عديد المشاكل وعديد الصعوبات التي عشناها حقيقة في العشرية الفائتة وما شاهده المجتمع التونسي من عديد المطبات وعديد المسائل التي مست البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية وبالتالي كان لابد من أن هذا الدستور لم يعد بالإمكان استمراري به خاصة وأنه جعل من أجل تحقيق بعض المصالح لبعض الأحزاب التي سيطرت على المشهد السياسي وأدخلت تونس في مطب كبير عانت منه وعانى منه الشعب التونسي خلال العشر سنوات مشروع الدستور الجديد حسب ما تسرب أنه لن ينص على الإسلام دين الدولة وهذا الفصل تحديدا خلق جدلا كبيرا بين التونسيين هل تعتقد بأن الرئيس سيقبل مثل هذا الفصل أم سيكون هناك تغيير برأيك؟ في الحقيقة هي مجرد إشاعات وأصوات وأبواق تصلح بغير الحق نحن إلى اليوم لا نعلم حقيقة هل أنه بالإمكان استغناء عن مثل هذه المسألة ونحن نعلم أن الدين الإسلامي هو متجزر في الشعب التونسي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر مثل هذه المسألة ونحن أكدنا في حزب التيار الشعبي على ضرورة أن يكون التنصيص على دين الدولة الإسلامية رغم ما قيله لكن من المؤكد أن هذه المسألة ستكون موجودة وهذا ما دفع إليه التيار الشعبي بكل قوة لأنه ليس من مصلحة الرئيس وليس من مصلحة المجتمع أن نفتح الباب للمناهدين للدستور والرافضين لـ 25 جوليا أن يتسببوا أو أن يحتجوا بأن الدستور الجديد قد تخلى عن دين الدولة دين الدولة الإسلام هو دينها والشعب التونسي في معظمه مسلم متجزر في تاريخه ولا أدل على ذلك من جامع الزيتونة ذلك جامع التاريخي الكبير وبالتالي لا أتوقع مبدئيا أن يكون الدستور الجديد الذي سوف تعرض نسخته النهائية غدا بالضرورة سيكون هناك التنصيص على هذه المسألة هناك جو سياسي مشحون إن صح التعبير مناخ صعب تمر به تونس هناك إضرابات احتجاجات على خريطة الطريقة السياسية طريقة الحوار التي تدير بها ربما الحكومة المصارات هل تعتقد بأن هذه الأجواء ستساعد على إجراء استفتاء على الدستور برأيك؟ والله حسب رأيي وحسب ما نشاهده ونتابعه على مستوى الواقع السياسي هي ليست إلا معاركة وهمية يريدون إفتعال بعض الاضطرابات نحن نعلم أن عموم الشعب التونسي في سنة الفارطة خرج انتفاضا على ما شاهده خلال العشر سنوات وبالتالي هناك بعض الجهات التي ليس من مصالحتها أن يكون هناك دستور يقضي على الفساد ليس من مصلحتها أن يكون هناك دستور يحاسب كل من تورط خلال العشرية السوداء في تجويع الشعب التونسي وفي تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية هذا الدستور حكموا عليه بالفشل دون أن يعلموا محتوى حكموا عليه بأنه سوف يؤسس لنظام حسب اعتقادهم دكتاتوري ولكن إلى الآن لا يعلمون أن هذا الدستور عهد به إلى السيد العميد صادق بالعيد وإلى عديد المنظمات ووجود رابط حقوق الإنسان ووجود أيضا هيئة المحامين بحضور السيد العميد إبراهيم دربالة لا أظن أن مثل هذه المسائل البعض يشكك في المشاركة وباختصار لو سمحت سيد حسن هل نتوقع مشاركة لبأس بها في الاستفتاء على الدستور بحسب علمك؟ حسب متابعتي هناك إثمانان كبير من عموم الشعب التونسي ولا لديهم الثقة الكبيرة بالسيد الرئيس قيس سعيد بأن هذا الدستور سوف ينقل بهم من الجمهورية الثانية إلى الجمهورية الثالثة جمهورية قائمة على ديمقراطية حقيقية قائمة على عدالة اجتماعية قائمة على عدة مبادئ اجتماعية واقتصادية وبالتالي بإذن الله سوف يكون هناك توافد كبير على هذا الاستفتاء شكرا جزيلا لك حسن دياب المحامي وعضو المكتب السياسي للطيار الشعبي كنت معنا من تونس شكرا لك